جيمي السؤال الأول ومباشر وسريع وواضح لماذا خسر الأهلي مباراة اليوم عام الانتحاد العصر؟ لأن الأهلي عمل كل حاجة عارضة عشان يخسر تحضير لم يكن على قدر المباراة الأهلي نزلوا كأنه الفوز مضمون بالمباراة تحضير المباراة لأنه الأهلي فترة السعادية مفهول ممتاز لا تحضير المباراة تمام على الصعيد الذهني وعلى الصعيد الفني على صعيد التجانس في ناس كتير تسألت هو ليه فلان اللاعب ليه فلان ما لاعبش لا هم دول الأجهز هم دول الحداشر الأجهز أنهم ما يكونوا موجودين بيرسي تاو الراجل واصل قبل الميران الأخير بساعات رحلة طيران طويلة جدا لعب تسعين دقيقة في أخر مباراة جنوب أفريقيا الناس كتب تتسأل ليه بيرسي تاو ما بدأش المباراة ياسر إبراهيم لسه راجع من يومين أخط مرنتين مع النادي الأهلي الراجل كان مصاب فترة طويلة ولسه راجع فكانت طبيعي أنه رامرة بيعليكم موجودة والأجهز بدنية وفي النهاية القصة كلها ما كانتش دفاعية في المقام الأول للأزمة ما كانتش دفاعية فيما يتعلق بياسر ورامية فالتحاد العاصمة اللي لم يمثل أي خطورة على نادي الأهلي هي ضرب الجزاء الصدفة بخطأ يعني وارد جدا أن يحسب أي لعب المرانة أعطيها وخلاص والخيار التالت ناس كتب تتكلم عليه إمام ولا أفشا إمام لسه بعيد عن حالة التجانس تاني أنا برفض دائما لأنه دائما النتيجة أحيانا بتفرض عليك قناعات وبتودي الأحداث في سياق مختلف يعني الأهلي لو طالك كسبان الأمور هتبقى لطيفة والناس كلها كويسة وأخطاء كتير بيتميك لها فيها إمام عشور صفقة تاريخية ورودة سليم ده هو أحسن مليون في المياه لو الهدف تسجل بتاعكها رابع اللي هو من تصويبها من إمام عشور في بداية المباراة الأمور كانت تتغير والقصة كلها كانت تتغير والحكم الناس كانت تغير فأنا دائما بنقول حتى لو اللعيب كان جيد لا تتعجل في الحكم على اللاعب أيا كان المرضودي اللي أقدمه خاصة هرجع وقول تاني راجل جاي من إصابة طويلة جدا حسنا فعل مارسل كولر بأنه دخل معي المباراة اللي وديه ياخد جزء في مباراة ألمني السلوفيني في المعسكر الإعدادي فأمام داخل معي نهاردة لكي لما تيجي تبص فالناس كلها التركيز والفكس على الصفقات هو أمام كان كويس لكن في النهاية أنا لو هلوم هلوم على اللاعبات القديمة هلوم على اللاعبات اللي قريدي فيه نسجان بينهم هلوم على مراوان عطيه واحد من أسوأ أمرياته منذ قدوم وللنادي الأهل اليو ديانج لو تيجي بصة نتلاقي أن الفرقة كلها ودايما دا حكم زي ما كنت دايما بدي الكريدت لكولر أول واحد لما لقى الفرقة كلها أوتوفوكس الأهل كله أوف لازم كولر بالنسبة لي هتحامل مسؤولية الأكبر وبعدين يالي اللاعبين